السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة ملفات وقضايا بوليسية أول شيء وهو الله يدومها فرحة على قاعة المغاربة الحمد لله كنت لاقا مع ناس كنتشوفهم فرحانين وناس ضحكين الحمد لله سواء كتعرفهم سواء ما كتعرفهمش كتشوف كل شيء فرحان بأمطار الخير وبالإنجازات المنتخب المغربي نطلب الله سبحانه وتعالى تكون عقوبة لأزمة الأسعار وإن شاء الله الأتمينة ترجع كما كانت حال هذا وتزيد تكمل الفرحة لكل الشعب المغربي إن شاء الله يا رب على إذن إخواني وأخواتي الكرام بالنسبة لجريمة حلقة اليوم سوف نكتشف فيها جميعا واحد نوع آخر من البشر واحد نوع اللي ما يحشمش وما مربيش بهذه المعنى واحد نوع اللي يستغل السلطة دياله وضع في الناس في المصلحة دياله كنت مننا مشاهدينا أنكم تكملوا معنا هذه الحلقة والأهم من ذلك وهو تركزوا معي مزيان بخصوص هذه الجريمة بشعرفوا بالضبط تفاصيل ديالها وشنو كان سبب وراء هذه الجريمة اللي غدي نتكلموا لها ما غديش نزيد نطول عليكم مشاهدينا وندخلوا في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم ولكن قبلوا كيف العادة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل شر مستمعين الكيران واحد سيد اسمه خليد السن 32 سنة عازب مازال مزوج مواله ويسكن بنواحي مدينة الدار بيضاء وكان يخدم في واحد الوزين ديالكو فيتير المربع كان هو الذي مكلف بهذا الوزين هو الذي كان مكلف بالخدامه هذا الوزين ليس ذلك الوزين الذي لا تخيله في بالكم زعم الوزين كبير ويكون هناك الكثير من الآلات واليد العاملة لا هذا الوزين إذا كنت غادئ من بعيد ورأيته سيبدأ لك كوارة الدجاج قدام وريبين يمكن أن يجيب لك الله بهذا المكان غير خربة وخالية ولكن وسط هذه الكوارة أو هذه الخربة كان الوزين صغير المربع الكوفيتير كان الوزين غير معترف به قانونيا لأن أصحاب هذا المعمل كانوا يعملون عشوائيين بلوراق بلحت حاجق يعملون نوار كما نقول والكاريتا أن العمال الذين يعملون فيه الذين لا يصلون للسل القانوني كانوا يعملون ابنات يعملون فيه يالله كيف عندهم 16 عام 17 عام وكانوا يعملون فيه تقريبا 30 شخص ابنات ولاد وكانوا كل شيء يعملون فيه تقريبا فكانوا يعملون القراءة فيه تقريبا الغلاق كانوا يصدون فيه تيكيت القراءة كانوا يلصقونه فيه تقريبا يعني لم يكن أهلات الأولى كان مازال كل شيء عشوائي في هذا الوزين وأغلبية العمال الذين كانوا يعملون فيه كانوا من واحد دوار قريبا هذا الوزين فقط كانت تلقى أربعة حتى الخمسة العمال وهو من المنشي دوار بعيد وحتى الخلصة هذا العمال كانت قريبا خمسة وستسين حتى سبعين درم في النهار دوار والدين خليد كانت قريبا لهذا الوزين وحتى كان يعرف أصحاب هذا الوزين من مدة هذا ما الذي يجعلهم يكلفون بهذا الوزين ويكلفونه حتى بالخدامة لهذا الوزين ولكن على حسب الأقوال سكان المنطقة وبعض الناس الذين كانوا يعملوا بهذا الوزين فهذا خليد كان يستغل السلطة له في هذا الوزين هذا وكان يستغل الفقر والضعف الوالدين بعض الابنات من الذين كانوا يخدموا بهذا الوزين في إشباع شهواته الجنسية كيفاش هذا خليد كان يهدد لبعض من هذه الابنات أنهم يدخلوا معاه في علاقات غير شرعية مقابل أنه سيجعلهم يبقوا خدامات في هذا الوزين ويزيدهم في الخلصة عكس العمال الآخرين وإذا لم يتغلوا كان يجرع اليوم بحجة أنهم لا يعملوا مزيان وكان ينجح في هذا الأمر وكثير من البنات وافقوا على الشروطه ومنهم بنات كانوا مازال قاصرات فهذا خليد ولو أن الدار الوالدي كانت قريبة بثاف الوزين لم يكن ساكن فيها كان فقط يمشي لها وقت الفطور يفطر فيها ووقت الاغذاء يتغذى فيها فقط هذا ما كان يجعله لدارهم حيث هو كان مستغل واحد الغرفة كان في جنب هذا الوزين بحجة أنه يعس على الوزين ولكن هذه الغرفة هي اللي كان كيبات فيها وهي اللي كان مستغل لها فقط على ود الأعمال الخابية وعلى ود الفساد حتى الوحد نهار في سنة 2011 الحد في الصباح مع تسعود الصباح الوالدين خليد كانوا فيه أنه يجعل الدار يفطر معهم حيث كان بيت في الغرفة في الوزين كما قلت لكم ولكن يرون أن خيليه تعطل مجيش بدأوا يتصلوا به ولكن السيد لا يجعبوا وقالوا أن الهاتف كان قصوني يعني كان خدام قالوا أنه سيكون مازال ناس ولم يسمع تليفون حيث لا تكون لديهم الخدمة فالأم سيفطعت لي أخوه الذي صار منه سيكون أخوه سيكون مازال ناس فيقوه أن يفطر لم يشاهد أخوه لكي يفطر ولكن أخوه عندما يصل الوزين وبالطبط الغرفة كيف يسكن خليد؟ كيف يقول أن باب هذه الغرفة محلول؟ دخل لكي يكلمه حتى كيف يقول خليد طيح في الأرض هذه الغرفة والسيد غارق وسط الدم لا يتحرك لا يتنفس مواله الوالد عرف أن أخوه ميت أرجع يجري إلى دارهم وخبر وليده بدك ما يرى وليده في واحد الحالة يطلعوا لهذه الغرفة التي سكن فيها الوالد خليد وفعلا يلقوا أن ابنهم غارق في الدماء وبالذي مقتول هذه الناس علموا الدارك الملاكي الذي ينتقلوا لأي المكان وفعلا يلقوا هذا السيد مقتول في هذه الغرفة التي كان يسكن فيها ومن خلال محضر المعاينة للعناصر العلمية كتبين لهم أن الضحية تعرض لطعنات في أماكن متفرقة في الجسد طعنات التي كانت غائرة والتي كانت بوحة القوة وغالبا هذه الطعنات ستكون بالسلاح الأبيض ويلاحظوا جروح في اليدين وحتى الوجه وفي العنق وكأن الضحية قبل أن يقتل وقبل أن يتعرض للطعنات تخلف شجار مع الجاني كأن تشد وضربه والذي يزيد يأكد هذه الفرة وهو الحالة هذه الغرفة هذه الغرفة التي كانت فوضى وفيها واحد طابلة كانت مقلوبة أماك زائد العناصر العلمية يلاحظوا وجود قنينات الخمر التي كانت طاحين بالقرب من الضحية جوجة قنينات واحدة كانت فارغة تماما والثانية كانت مازال شبه ممتلئة غير هو عندما طاحت تخوى منها الخمر ووجود قنينات الخمر وبقي طعام خلج جذر مياع تعقضوب الذي راهش يحد كان مع الضحية في هذه الغرفة في الليل شبه واحد في أصحابه كان يشرب معه ويمكن وقع بيناتهم شي مشكل لذلك يضربه وقتله راه الإنسان يشرب يسكر لا يبقى عارف ماذا يدير أو ماذا يقول ومش بعيد أنه يكون واحد فيهم يريد أن تقرب من الثاني ويضربهم ووصلوا لهذه الكريشة وهذا كانوا واقع هذا لماذا نقولها وكان أعودها مبلي بالخمر أو المخطرات الله يفعلك ولكن نوتي أنك تشرب شرب بحضك تشرب مع أصحابك داروا ورما ستطعحوا في المشاكل وأثناء معاينة عناصر العلمية لهذه الغرفة والتي هي مصرح الجريمة وأثناء البحث ستطعوا هاتف هاتف وهذا وهذا من خلال عائلة الضحية والذي يؤكدون أن هذا الهاتف الضحية في الضحية عندما أرى هذا الهاتف خبرت أهرمي وعندما يقول بأنه ابن وهذا كانت شيئا مزيلا بالنسبة لدارك حيث عرفوا أن هاتليفون غاد يساعدهم بزاف في التحريات ديالهم وماشي بعيد يوصلهم للجاني من بعد معاينة الجدتة ومسرح الجريمة ورفع البصامات من مسرح الجريمة وكذلك أخذ صور احترازية للضحية ومسرح الجريمة كيتمنق الجدتة المسودة للأموات بالمستشفى الإقليمي من أجل التشريح ومن خلال التقرير الطب الشرعي كان عرفوا أن سبب وفاة الضحية هو عدة طعنات بأداة حادة طعنات اللي كانت قاتلة بسبب العمق ديلها هالطعنات اللي كانت سبب في إطلاف بعض الأعضاء الداخلية للجسم أما بالنسبة لمدة الوفاة مقارنة بالساعة اللي تم نقل فيها لجدتة المسودة للأموات فالتقرير كيأكد بالضحية توفى بما يقارب 10 ساعات وهذا يعني أن الضحية تعرض للقتل مع الساعة 11 من ليلة السبت وكيأخذوا معهم حتى قنينات الخمر المعمل الجنائي الذي قيام بعملية رفع البصامات ولكن جل البصامات التي ترفعها من مصرح الجريمة والتي ترفعها من هذه القنينات كانت ترجع للضحية جدرمية سوف ينسلوا لأب الضحية على الضحية ما كان يدير بالطبط في هذه الغرفة في لقائه المقتول والأب الذي يرى هو والدي يعمل في هذا الوزين للكوفيتير وهو المكلف بالخدام الذي يعمل فيه والذي كان ساكن في هذه الغرفة حتى يبقى قريب للوزين وفي نفس الوقت يبقى أساس عليه وهذه قضية أخرى طبعا لأن الجدرم عندما يبحثوا في هذا الوزين يلقوا بهذا الوزين يدعم شوائيا وبدون وطائق قانونية وطبعا هذا الأمر سيعمل فيه البحث للناس المختصين في هذه القضايا لأنه يبقى هذا شيء مخالف للقانون خصوصا وأنهم يخدموا الناس بدون تأمين وبدون الحقوق وكانوا يخدموا الناس الذين لا يصلوا إلى السيل القانوني من هذه الأولاد لا يصلوا إلى السيل القانوني وكانوا يخدموا في هذا الوزين على ذلك الجدرم يسؤلوا الأب ومالف أنه يأتي لديه أصحابه لهذه الغرفة أصحابه الذي يشربه معه وينشطه معه في هذه الغرفة ولكن الأب قال لي أنه يمودي أنا لم أعرف أصحابه ومعمره قال لي أنه يأتي لديه أصحابه ومعمرنا لم تتكلمنا في الموضوع ومعرفة هذا الشراب لم أكن أعرف أنه يشرب أصحابه وأخي وهذا والدك ومعمره كانت لديه شيء عدا أنه يشربه أصحابه يقولون ان الولد لي كان مقراصه و لم يجبط عليه المشاكيل و لم يتخاصم مع شي حد هنا يرجعون جوندارم يبحثون في الهاتف هذه الضحية يبحثون في اخر مكالمات قام بها الضحية وكذلك اخر مكالمات تلقاهم واخر رسائل كان صيفتهم الضحية وهنا يتبين للدارك ان السبت تقريبا من سبع هذه الأشياء كان يتصل به واحد رقم واحد رقم كان يتصل به كثيرا وهذا الرقم كان لديه اسمها هذه البنت غيزلان وكان يصفت لها رسائل السبت بالضبط هذه الرسائل كانت توضح انهم كانوا اطلاقاهم مع بعضهم او جيل عندهم لهذه الغرفة حيث كان كاتب لها عندك مجيش رسائل اخرين مكتوبة فيهم وانتي فينك شفتك تعطلت وماذا ماناويش تأتي واهم رسالة في هذا والتي ستقرب الطريق بالنسبة لعناصر الدارك وهي واحد الميساج كاتب فيه ننسي انك ما زال ستتعود تضع رجليك في هذا الوزين وبلما تأتي نهار اثنين شوف هذا الخبط اللي كان في هذا السيد وهي يعني امر واحد وهو ان هذا الغزلان تتخدم في هذا الوزين ومدام ستأتي لعناصر هذه الغرفة يعني هي تسكن غير قريب الوزين وبالتبط في هذا الدوار اللي قلت لكم قريب الوزين جون دارم يمشون لهذا الوزين يقلبون على هذا السيدق اللي اسميها غيزلان بدون يسهولوا عليها سكانت هذا الدوار يسهولوا وشكين شعائلة عندهم بنتهم اسميها غيزلان وهذا الامر لم يأخذ وقت كثير وبالمساعدة الجيران سكان هذه الدوار قدروا انهم يوصلوا لهذه العائلة اللي عندهم بنتهم اسميتها غيزلان هذه البنت اللي كانت مازال قاصر حتى الله كيف كان عندها غير 16 عام الجون دارم دقوا في الدار ديالهم خرجت عندهم الام السلام عليكم السلام كانت تسكن هنا شي بنت لالاسمها غيزلان والسيدق قدروا يا سيدي وأنا رأيها الأم ديالها وخا كان هي ذا في الدار والسيدق قدروا يا كينا قالوا لي كل مهي لنا خرجت عندهم هذه البنت سويلوها جون دارم وش كنت تتخدمي في هذا الوزين لأقرب لكم البنت قدروا يا يا كانت تتخدم فيه وخا مدام تتخدمي في هذا الوزين إذا ركت عارفة والبنت قدروا آآ كان عارفة هو اللي كان شاف علينا في هذا الوزين وهذا السيد لم تتجمعك معه شي علاقة وكانك يحاول أنه يستغل السلطة دياله في هذا الوزين وكانك يحاول أنه تقرب منك لأننا نلقى هنا متصل بك وكانك يرسل لك رسائل في الهاتفة ديالك هنا بالخوف على هذا البنت وما قدرت أنها تتكلم وكان ضروري مع العناصر يحاولوا معها بشوية 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 وفي اعلان هذا البنت قلت لي بالذي السيد قبل ما يشوفها كان يهددها بشأنها تمشي لعنده لأحد الغرفة في الوزين وليس يجري عليها من الخدمة وكانت تقول بالذي كان يقول لها كذب على والديك وقل لي اليوم ستبقي مع صاحبتك من الدوار فين تسكنه ووصيها ومن بعد تأتي لعنده ونحن لديك منه تخافي من الغرفة ومن بعد نرجعك إلى الدوار ولكن هذا البنت تقول لهم بالذي لم يمشيت لعنده حيث خافت له السيد يقاديني وتوقع فيه كاريتا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني شوف هذا السيد كيف كان يستغل ذلك الخدمة له لتفلع لابنة الناس ويقوم بإشباع شهواته الجنسية وغرائزه الحيوانية في الوقت الذي كان في استطاعته أنه يتزوج ويكون أسره حيث كان خدام ووالده لم يخصم حتى خير ولكن عقله ماذا كان يقول له؟ هنا الضهراء تسألوها وماذا هذا الذي كان بينها وبين الضحية قالت لشي حد في عائلتها لماذا تسألوه هذا السؤال حيث الجن دارم لم يكن لديه نقطة تشك حول هذه البنت التي قتلت الضحية لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه البنت وقفت قدامهم ويشاهدون بأنها مزال صغيرة وليس لديها الصحة ستذهب في الليل حتى الوزين وسيتشاد مع الضحية والدارم وتقتلهم من بعد وترجع لدارهم في ذلك الليل ستزيد أن هذا المساج الذي كان يصبح في الأخر يبين أن البنت فعلا لم يكن لديه هنا البنت خبرت جن دارم بهذا الشيء الذي كان وقع لها مع الضحية قالت الأم أثناء تحريات وعندما كان الجن دارم يسولون في هذه البنت يأتي الأب لكي يعرف ما هو واقع البنت وماذا يسولون وعلى وفي اللحظة الذي وقف أمام عناصر الدارك واحد جن دارمي يلاحظ أن أب هذا البنت مجروح في الجبهة وفي العنقة وكتبلي هذه الجروح مازال جديدة لا يزعى مؤثار الدربات التي كانوا قدام هذا جن دارمي سول أب هذا البنت بخفلة منه ماذا تعرف ما الذي وقع بين بنتك والسيد الذي كان مكلف بهم في الوزين والسيد قال لي في خباري هدوض الحرام كان بغيت تفلع بنتي واخر ماذا قال هل أنت وقلت أمها قلت لي يضحك على البنت وكان يهددها لكي تذهب هنا نفس جن دارمي سولوا قال لي ماذا ضربت مؤخرا أو الحالة في جيبها شكو عنقك هذا السؤال كان على غفلة والسيد رتابك في الهضرة ولم يكون عارف ماذا يقدم أو يوخر ولم يعرف ماذا سيقول أو كيف سيجيب فقط قال لي إيا 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 غير كون دارم مع واحد السيد هنا الجن دارم طلعوا معهم الجيب واخدوا معهم المركز لكي يحقوا معه حتى من خلال ردة الفعل شكوا فيه وأثناء التحقيق يعودوا يسهولوا كيف سيجيب حتى تضرب في وجه والعنقض والسيد قال لي أنه يدارب مع السيد في الخدمة واخد قال لي وكل من يكون هذا السيد الذي يدارب معه نمشيون نأكدون من الهضرة ونعرفون ما بالصحة هنا هذا السيد عرف بالحصل وعرف الجن دارمي عارفه سيكذب ونستطيع أن يجاوهم وعودوا يسهولوا السبب مع العشرة وحده أين كنت؟ حتى دابا لم يجاوهم كيف سيقول لهم بالذين كنت في الدار؟ الدار لا يريد أن يتأكدوا من العائلة وماذا بالصحة في الدار؟ من بعد ما ضغطوا له العناصر الدارك وعرضوه لضغوطات نفسية وكتروا عليه الأسئلة السيد اعترف بالجريمة وقال لهم أنا قتلت الضحية هنا يسؤلون الجن دارم كيف حتى قتلته؟ والسيد قال لهم عندما الزوجة قلت لهم يهضر مع بنتك في التليفون ويقول لها ويقول لها كيف تبيع والديك ويقول لهم أن تذهب مع صاحبتك قال لهم أنا لم تستطيع هذا الشيء الذي سمعت خصوصا وأنه نهار الأول أنا لم تستطيع هذا الوزين لم تستطيع لهم قال لهم لا أنا قاد بولادي وقد أضرب لهم لذلك أنا لم تستطيع تجمع الفلوس التي تستطيع من الزوج قال لهم لأن هذا السيد كان لديه وقد أعرفه وقد أعرفه والديه وقد أعرفنا ووصيته عليها وقلت لهم لا تجد شخصا في البناء تظهر معها أو تبسل عليها شخصا وأمنته عليها وفي الأخير هو الذي كان يؤدي لي بنتي قال لهم هذا الشيء الذي تجدني أحقيت عليه وقلت من الزوج وقد أخذت من الزوج وقد أخرجت وقد أخرجت في الزوج لأنه ساكن في المكان وقد أضرب هذا المزيد وقد أضرب وقد أخذت عندي وقد أخذت عندي وقد أحاول أن يدافع على رأسه وقد أخذت أنه يضربني وعنقي ولكن كان سهل من قتله قال من بعد لقد أخذت أمك وقد أخرجت إلى الزوج وقال قال لي أنه أمرتي ولم ترى مجروح وقد أخذت لهم وقد أخذت لهم وقد أخذت لهم هنا يساولون لأن يتأكدون فعلا لم يكن لديهم علم الذي قلت السيد قال لي لا ما كان في خبارها ولا لا لا ولا لا لا هنا الجندارم تحصروا على هذا الجريمة قال لي أنت كان في سيطاعتك أنك تبلغ به خصوصا وعندك دلائل بين يديك كنت ستغرقه في السجن وما كان في هذا علاج أنه يجب 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 أي شخص يسرع ومشي تغرقه في السجن هذا الذي لاحظه أن شخص تسمع شخص يقول أخر ونغرق في الحبس وهو لا يعرف أن سخونة الرأس ترجع بالبرودية وغير تضع أمام الواقع ومحكم بالمؤبد أو ثلاثين سنة أو عشرين سنة عاد الإنسان يندم ويقول أنا كنت خليت هذا فلان عيرني وصبني ومشي بحالي ونخليه على إذن مشاهدينا من بعد الاعترافات للمتهم أمام محاضر الدارك وقاضي التحقيق كيتم تقديمه أمام العدالة بتهمة القتل مع سبق الإصرار وإستناداً للدلائل والشهود وظروفه المعيشية ولعدم وجود صوابق عدلية في حق المتهم كيتم الحكم عليه ب 15 سنة سجناً نافداً مشاهدينا الكرام كانت هذه النهاية هذه الحلقة نتمنى أنني نكون وصلت لكم جميع التفاصيل هذه المصطرة بوضوح ونطلقوه في حلقة جديدة إن شاء الله شكراً